أجبرت ظروف المعيشية والاقتصادية والنزوح أطفال دير الزور على ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى العمل بمهن تحرمهم من طفولتهم لعالة عائلاتهم كما استغل بعضهم حاجة هؤلاء للعمل بأعمال غير قانونية مثل توزيع الحبوب المخدرة والتي بدأ بعض منهم الإدمان عليها نتابع التقرير ثم نعود للنقاش الدرس الثاني الصفة الأول لأنه أبوي توفح ما أقدر أكمل بالدراسة لأنه قدمت أشتغل مكانيك عند معلم لأنه عندي ثلاثة من الأشخاص من الأخوان الأشخاص ويكونوا مصغر واحدة بنت واثنين ولاد ما بدي أعيش أهلي لأنه أم زادة كبيرة بالعمر ما تقدر تشتغل أدام الساعة سبعة الصباح وحلت أذان مقرب الصير السبوعية قام أخذ أربعين أحيانا معلم يكرمني ينطيني خمسة واربعين حسب الشغل أحيانا معلم ينطيني خمسة واربعين حيانا معلم ينطيني خمسة واربعين حسب الشغل أذان كان الشغل زاد يزودني وإذا كان قليل ينطيني ألبي نصيب أعمالة الأطفال بالنسبة للأجواء التي نحن بها أجواء عصيبة حي العصيبة لأن الطفل اللي يطلع يتيم متوفي أبوه متوفي يا أموه بدي يديح بالشارع بدي يلجأ يا أم يلقى مكان يشتغل بي يا أم يلجأ لش هذا أعداد هائلة أجواء المعيشة وضح صعب حير صعب صعب حير يصعب على الناس لأنه ما بينه إلو حد في الأسرة يقومه بدي يلجأ لش هذا يلجأ للعمل اللي يشتغل بيه كل الشباب اللي أصغار دوله يعيف المدرسة ما عنده قدرة للمدرسة التسرب هي ظاهرة عالمية أو مشكلة عالمية تعاني منها المجتمعات بشكل عام خصوصا في المجتمعات الشرقية طبعا من نسبة للمجتمعات هنا في منطقتنا طبعا هناك أسباب كثيرة للتسرب والطلاف في المدارس منها الأسباب أسباب اقتصادية أو عوامل اقتصادية منها الفقر العوز يعني نلاحظ في السوق كثير من الأطفال يعني بعمر تسع أو عشر سنوات يعملون في السوق كبيعين على البسطات أو يعملون داخل ورشات ميكانيكية ينضم إلينا إبراهيم الحسين صحفي في شبكة الشرقية بوست معنا من دير الزور مساء الخير وأهلا بك تسرب واضح يتوسع بين الأطفال في دير الزور بسبب النزوح والظروف الاقتصادية وهذا مؤشر خطير هذا كان سؤالي لإبراهيم الحسين صحفي كان معنا للحديث عن موضوع التسرب من المدارس حيث كما قلنا عزيزي المشاهدين الظروف المعيشية والاقتصادية ظروف النزوح جبرت أطفال دير الزور على ترك مقاعد الدراسة لربما عاد إلينا الاتصال مع أستاذ إبراهيم مرحبا أستاذ أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم الحسين بداية كنت سوف أسألك عن موضوع التسرب هو تسرب واضح يتوسع بين الأطفال في محافظة دير الزور بسبب كما ذكرنا قبل قليل نزوح وظروف الاقتصادية وهذا لربما هو مؤشر خطير نعم بداية صحيح أستاذ المشاهدين مع الأسف الشديد هذه الظاهرة جدا سيئة ليس في دير الزور بل هي في المنطقة الشرقية سواء في المحافظة الحسك أيضا والمحافظة كرالكار طبعا هذه الظاهرة يتكسل كثيرا خصوصا في مناطق دير الزور مناطق التي سيطر عليها بباب الأسد تسول الأطفال أو لما توجههم للنم القمامة من النقايات طبعا هي بسبب الظروف المعيشية الصعبة بالمقابل أيضا الأطفال الحربوا من المدارس حتى أيضا بمناطق سيطرة قصد وخصوصا في الأولى الأخيرة في ريف دير الزور الشرقي طبعا بعد تحويل أكثر المدارس لمقارات أو تكنات عسكرية حولها القصد وحرمت الأطفال من مدارسهم بالإضافة أيضا لتوجههم للنم القمامة ما شاهدنا في اليوم الماضي أكثر من طفل فقط حياته أو فقط أحد أطراطه جراء انفجار القام أو متفجرات من مخلفات الحرب خصوصا في منطقة إسفلس والمحفوز طيب عديد من العائلات لربما أصبح الطفل رغم صغار سنه يعني يجب عليه أن يكون في المدرسة ولكنه أصبح هو معيل ليسرته بسبب طبعا وفاة الأب وهناك بكل تأكيد كما تعلم أستاذ إبراهيم عملية استغلال تتم لهؤلاء الأطفال بالطبع أكثر الأطفال جبرتهم الظروف أو الظروف المعيشية الصعبة ليعينوا أهلهم أو دوائهم طبعا خصوصا بعد ما فقد والده نتيجة الحرب الدائرة في سوريا في عموم مناطق سوريا أيضا يتم استغلال الأطفال خصوصا في مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية خصوصا في البوكمال أغلب الأطفال ما جبرهم للإدمان على حبوب مقدرة أو مواد مقدرة أو حتى التجار بها طيب يعني بحسب مصادر لتلفزيون سوريا هناك من يستغل الأطفال للعمل في بيع الحبوب المخدرة كما ذكرت قبل قليل وهذا جعل البعض منهم يدمن على هذه الحبوب التي يبيعها بالطبع الظاهرة هذه موجودة وأنا ذكرتها خصوصا في المناطق التي سيطر عليها الميليشيات الإيرانية بدأوا يوزعون تلك المواد في المدارس بين الأطفال ما جعلهم يدمنون على تلك المواد أو حتى على الدخان بداية ليتم بعدها أدمانهم تدريجيا على المواد المقدرة والتجار بها أو حتى يحضروا الأطفال معهم من المدارس ليدمنوا على تلك المواد طيب أستاذ إبراهيم باختصار تقول لي كيف يتم ما هي الألية التي توزع بها هذه الحبوب المخدرة على الأطفال في المدارس هل هناك أشخاص معينين هم معروفون لربما من أبناء المنطقة يقومون بالتوزيع كيف يتم استغلال حتى الأطفال أنت بعمر صغير الطفل تعلم بأنه من السهل جدا خداعه لربما حتى بأنه لا يعلم ماذا يوزع بالطبع هناك عدة أشخاص طبعا هم عراقين جنسية متواجدين في لير الزور طبعا هم لا يعملون بأسماءهم الحقيقية إنما بأسماء حركية مثل أبو محمد وأبو خلان وأبو خلان طبعا يتم بلا تنتظيم تلك المواد يتم تفديمها على مواد حلويات أو ما شابه ذلك للطفل في المدارسة ثم يقنعون الطفل بأنه عليه أن يوزع هذه الحلويات أو يبيعها مثلا ثم يأخذ الأموال هنا الطفل أصلح بين الأبن والوضع اليوم الظروف في المعيشية الصعبة تجبره اليوم أقروه في المال أقروه في هذه المادة قالوا له بأن خلاص أنت اليوم تبيع هذه المادة لديك مردود معي شيء أكثر من تعمل وعمل طويلة النهار خلاص اليوم أنت تبيع هذه المادة أنت أول أمر مثلا تقبط تمنعها طب لمن تباع؟ لمن يبيعها هؤلاء الأطفال؟ بداية هي الأطفال هم يبيعون لأطفال في أعمار بسنهم طبعا بداية هي أطفال من نفس المدارس التي هم يدرسون بها يتطور الأمر فيما بعد ليتم تهريب أسواء بين ضفتي مهر الفراث عبر تجار أو سماسر لتلك المواد نعود قليلا إلى ملف التعليم ألا يوجد جمعيات تعنى بالأسر التي فقدت معيلها لمساعدة الأطفال ربما على إكمال تعليمهم؟ حقيقة لا توجد أي جمعيات حتى لو كانوا قالوا بأن هناك جمعيات أو منظمات تدعم تأهيل النفسي التي أقول لك الأطفال هي إعلامية فقط ولكن على أرض الواقع صراحة لا يوجد أي شيء مع قياد شبه سام لمحاسبة الطفل أو حتى محاسبة إدارة المدارس التي لديهم تسيب تسيب فيها الطلاب صراحة طيب سؤالي لك في هذا الإطار أيضا عن تأثير تسرب الأطفال من التعليم على المدى القريب دعنا نقول قبل المدى البعيد سيدي حاليا ظاهرة الأطفال هذه إن كانت بالعمالة أو حتى بالقمامة من الشوارع والبلاستيك ومخلفاتها والتجارة بالمقدرات والإدمان هي ظاهرة سيئة للمنطقة الشرقية خاصة أنا اليوم أتكلم عن محافظة محافظة متمسكة بعاداتها العربية وتقاليدها فهذه ظاهرات صراحة هي دخيلة جليلة عليها وهذا يضر سواء على المستوى على المستوى القريب أو حتى المستوى البعيد شكرا جزيلا إبراهيم الحسين صحفي في شبكة الشرقية بوست كنت معنا من ديرزو شكرا لك السوريون غير المصحوبين يتصدرون المهاجرين الأطفال إلى ألمانيا في ملفنا الآتي اشتركوا في القناة